لمتابعة هذا الملف تنضم إلينا من رياضة دكتورة هالا تواجريا للمين العام لمجلس شؤون الأسرة دكتور هالا مرحبا بك معي في نشرة الرابعة اليوم هذا التقرير يضع المملكة العربية السعودية في مرتبة متقدمة جدا خلال المؤشرات فيما يتعلق بالمرأة، مزاولات الأنشطة، أيضا القوانين في هذا المجال لكن أنت كمواطنة السعودية إلى أي مدى ترين بأن السعودية استطاعت بالفعل أن تزيل كل القيود التي كانت تعوق النساء في مرحلة من المراحل، ممارسة حقوقها كاملة في فرايا طبعا بداية أشكر لكم هذه التغطية والحقيقة أن المؤشر هذا بكل الجوانب التي يغطيها يعكس الجهود القائمة فعلا لأن التعديلات والإصلاحات وكل الأرقام التي رصدها هذا المؤشر فعلا تعكس عمل مؤسسي تمكين المرأة اليوم لا يختص بزيادة مثلا فرص العمل لها أو حتى تمكينها من مثلا السفر أو من التنقل أو ما إلى ذلك هي منظومة متكاملة من التشريعات والأنظمة والوصول للخدمات وتكافؤ الحصول على الفرص فهذه كلها منظومة متكاملة واليوم لما نتكلم على الإصلاحات وتكاتف أكثر من 11 جهة للوصول لهذه الإصلاحات و12 إصلاح تعلن في تقرير واحد هذا يدل على أنه فعلا هناك التزام بالوصول لهذا المستهدف وهو تمكين المرأة فنحن كمواطنات لمسنا هذا التغيير ولكن نريد إنعكاس فعلا لهذه الإصلاحات على مستوى مؤسسي وأيضا على مستوى المؤشرات التغيير كيف؟ نحن نلمس هذا الإنعكاس فرص العمل اليوم متاحة أكثر للمرأة والرجل هذه الإصلاحات التشريعية سواء الإصلاحات في النظام الأحوال المدنية أو في مثلا أنظمة وزارة العدل أو حتى في الوصول للبنية التحتية الخدمات أيضا للحماية الاجتماعية لما نتكلم على سن التقاعد لما نتكلم على التأمينات الاجتماعية لما الحماية الاجتماعية بكل أفرعها هذه موجودة اليوم وفيها تعديلات لكن إنعكاس ذلك على مؤشر دولي يعكس فعلا قديش هذه الإصلاحات مشت في الطريق الصحيح وأصبحنا نرأها بلغة الأرقام طيب إيش الناقص اليوم؟ إيش المطلوب أكثر من الموجود حاليا في رأيك دكتور هلد؟ وإيش الخطط أيضا لتعتقدين مطلوب العمل فيها خلال الفترة القادمة بشكل سريعي اليوم منظومة التشريع تقريبا مكتملة من ناحية حقوق المرأة اللي يبقي الآن هو متابعة التنفيذ وهذه مشكلة ترى ما تتواجهها المملكة العربية السعودية فقط مثلا منظمة العمل الدولية أشارت إلى لأنه نحتاج 200 سنة عشان نغلق الفجوة بين الجنسين فالتحديات اللي تواجه المرأة السعودية اليوم بعد كل اكتمال الأركان التشريعية هذه هي متابعة التنفيذ كيف حنقدر نضمن أن سوق العمل اليوم فعلا يعطي فرص متكافئة بين الرجل والمرأة كيف حنقدر نضمن أن المرأة بكل مناطق المملكة تصل للخدمات بنفس الجودة هذه هي التحديات اللي اليوم اللي نحتاج أن نضمن أننا نستطيع الوصول لها أشكرك شكر جزيل من الرياض الدكتور هالد تواجه الأمين العام لمجلس شؤون الأسر